ضمن سياسته المبنية على الانفراد بالمناطق السورية واحدة تلو الأخرى يسعى النظام السوري إلى استكمال مخططه في التغيير الديمغرافي ضمن ما يعرف بسوريا المفيدة فبعد ان تمكن من إخلاء الغوضة الشرقية من سكانها تتوجه أنظاره إلى جنوب دمشق التي لا تبعد عن قلب العاصمة أكثر من سبعة كيلومترات إضافة إلى رفي حمص الشمالي وحمل جنوبي وفي تلك المناطق يحاول النظام فرض تسوية عبر تخيير الفصائل والأهالي بين المصالحة على شروطه أو القتال تزامنا مع قيام موسكو بإجراء مفاوضات عبر وسطاء لها مع الأهالي يرى مراقبون أنها تهدف إلى خلق الانقسام بينهم وقبل انتهاء معارك الغوضة عقدت اجتماعات متسارعة بين وفد يمثل بلدات جنوب دمشق مع آخر من علماء في بلدة السيدة زينب للتباحث بشأن الخيارات المطروحة أمام أهالي المنطقة أعقبها اجتماع بين وفد يمثل المنطقة مع الجانب الروسي من أجل تحديد مصرها وذكرت مصادر من جنوب دمشق أن لجنة المصالحة في بلدة بيت سحن قدمت عرضا يقضي بإغلاق الجواهات مع قوة النظام وتوجيه المعارك إلى تنظيم الدولة الذي يسيطر على مساحات واسعة في المنطقة مشيرة إلى أن الاجتماعات التشاورية في المنطقة تشهد خلافات وانقساما بين مؤيد ومعارض لقرار الخروج نحو الشمال السوري وتسليم المنطقة لقوات النظام من دون قتال ريفا حمص الشمالي وحمل جنوبي وضعا على قائمة المناطق المرشحة للتهجير خلال المرحلة المقبلة مسار يوضيح ملامحه الحراك الروسي في هذه المناطق لعقد مفاوضات مع الأهالي تذكرهم بمصير الغوطة وحلب الشرقية حيث كشف الصحيفة العرب الجديد عن اجتماع ممثلين روس مع شخصيات نافذة في ريف حمال جنوبي أسفر عن تخيير أهالي المنطقة بين المصالحة أو التهجير أو الحرب جاء ذلك بالتزامن مع اجتماعات مماثلة للروس مع شخصيات من مدينة تلبيسة شمال حمصة بشروط ريف حمال نفسها ولا تقتصر خطط النظام على المناطق المذكورة بل لديه تطلعات لاستعالة السيطرة على مجمل المناطق الخارجة عن سيطرته مستغلا المتغيرات في الساحة الإقليمية والتي تتمثل في عالة التموضوعات والتقاء المصالح وتقاطعها بين الفرقاء على الأرض السورية